اجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليثة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا هذا اليوم مع اخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الاخوية الوثيقة ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل تنميته وتوسيع افاقه بما يخدم مصالحهما ويلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين واكد جلالة الملك المفدى خلال الاتصال اعتزازه بالعلاقات الاخوية التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين والشعبين وما وصل اليه التعاون الوثيق من مستوى متقدم على كافة المستويات مؤكدا جلالته حرص المملكة الدائم على تعزيز اطر التعاون والتنسيق والتشاور مع الشقيقة مصر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك واشهد جلالته بدور فخامة الرئيس المصري في تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة مع مملكة البحرين وبمواقف مصر الثابتة والداعمة على الدوام للمملكة متمنيا جلالته لمصر الشقيقة وشعبها العزيز كل الخير والرفعة والتقدم في ظل قيادة فخامته كما بحث الجانبان الاوضاع والتطورات المستجدة على الساحات الاقليمية والعربية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها حيث تم التوافق حول اهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة حفاظا على الامن القومي العربي ومن جانبه اعرب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن شكره وتقديره لاخيه جلالة الملك المفدة على جهود جلالته في توثيق علاقات البلدين الاخوية المتميزة مؤكدا اعتزاز مصر قيادة وشعبا بالروابط الوثيقة التي تجمعها مع مملكة البحرين وشعبها والتي تستمد متنتها ورسوخها من علاقاتهما التاريخية ووحدة الهدف والمصير كما اكد فخامته على ثوابت السياسة المصرية التي تعتبر امن الخليج جزءا لا يتجزأ من الامن القومي المصري اشتركوا في القناة